في سياق ذاتها عربت إيرينيا وفوياشكوفا منسقة الأمم المتحدة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية عن قلقها من إغلاق مخيمات النازحين في العراق دون اتخاذ التدابير الكفيلة لتأمين احتياجاتهم في مناطقهم الأصلية وقالت في بيان لها لقد قامت الحكومة العراقية بإغلاق أو إدماج 11 مخيمة وعلنت اثنين من المخيمات مواقع غير رسمية مأثر في أكثر من 27 ألف شخصا يشكل الأطفال والنساء 78% منهم وأوضحت المسؤولة الأممية أن الأمر لا يتعلق بإغلاق المخيمات ولكن بما سيحدث لهؤلاء حيث وصل ثلثاء المتضررين إلى مناطقهم الأصلية ولكن الكثير منهم ليسوا في منازلهم تقليدية ولا يزال التوتر الاجتماعي وانعدام الأمن والافتقار إلى الوثائق المدنية والسكن والخدمات والمساعدات النقدية وفرص كسب العيش جميعها عوائق تحول دون عودتهم